التنفس أحد العمليات الحيوية الهامة في جسم الإنسان والتي تهدف إلى مساعدة الجسم في الحصول على الأكسوجين اللازم للقيام بأنشطته والتخلص من ثاني أكسيد الكربون المتبقي من عملية الأيض داخل الجسم والآن كيف تتم عملية التنفس؟ تبدأ عملية التنفس بتحرك العضلات لتساعد في إدخال الهواء عبر المجاري التنفسية وصولاً إلى الرئتين فأثناء الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز وأتحرك لأسفل لزيادة حجم التجويف الصدري وتمدد الرئتان ليزداد حجمهما فيقل الضغط داخلهما عن الضغط الجوي خارج الجسم فاندفع الهواء من الخارج للداخل وهي عملية إيجابية أي تحتاج إلى طاقة يملأ الهواء القصبات التي تنتهي بملايين الحويصلات الرئوية كل واحدة منها محاطة بشبكة من الشعيرات الدموية حيث أن تقل الأكسجين الموجود داخل الحويصلات عبر الجدران الرقيقة إلى الدم لتلتقطه المواد الكيميائية الموجودة في خلايا الدم الحمراء استعداداً لحمله لباقي أعضاء الجسم وفي نفس الوقت تخرج نواتج الفضلات من الجسم على شكل ثاني أكسيد الكربون استعداداً لطردها مع الزفير ليمر بعدها في هواء الرئتين حيث أنبسط الحجاب الحاجز ويرتفع إلى أعلى فتنكمش الرئتان ويزداد الضغط داخلها فيندفع الهواء للخارج اشتركوا في القناة